الرئيس يمكن بدأ مستهل الكلام في تأكيده انه ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة والتي تأتي للتذكير بكفاح اجيال من الشعب تطلعت الى التخلص من الاستعمار والسيطرة الاجنبية شوف هنا كلام الرئيس على يوليو احنا مش بس بنحتفل بيوليو يا جماعة احنا بنحتفل بجمهوريتنا الاولى واتصالها بجمهوريتنا التانية احنا بنحتفل بانه جمهوريتنا الجديدة هي استكمال لمسيرة شعب وكفاحه ونضاله بدءا من التخلص من الاستعمار واعلان الجمهورية لاستكمال هذا المشوار ببناء جمهورية جديدة على اسس حديثة ومعاصرة بنتكلم على ثوار يوليو اللي لما بنوا الجمهورية الاولى في مصر وهم بيفكروا وبيتطلعوا الى ان مصر دي هي امة الامم ام الدنيا زي ما بنقول دايما في كلامنا العامي والدارج نفس المسألة لما تحرك المجتمع المصري في 36 ولما بنينا وبدأنا وضع اللبنات الاولى لجمهوريتنا الجديدة في 2014 ان تحتل مصر مكانتها العليا بين الامم الكلام اللي قاله الرئيس النهاردة بمناسبة الاحتفال بذكرى 71 سنة على قيام واحدة من اشرف الثورات 23 يوليو اسمع فخامة الرئيس بنفسه الاين شعب مصر العظيم اتوجه لكم بخالص التهنئة في الذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التي تأتي لتذكرنا بكفاح اجيال من شعبنا نظرت ذات يوم الى المستقبل فاردته حرا كريما لمصر وابنائها تطلعت الى التخلص من الاستعمار والسيطرة الاجنبية وقدمت من اجل ذلك تضحيات هائلة حتى توجد ثورة يوليو الخالدة تلك المسيرة الممتدة التي تبلورت خلالها الوطنية المصرية واشتد عودها لتقف على قدمين ثابتتين مطالبة الاستعمار بان يحمل عصاه على كاهله ويرحل كما ردد الزعيم جمال عبد الناصر قائد الثورة الذي نتوجه اليه اليوم بتحية اجلال وتقدير ونتقدم ايضا بتحية اعتزاز للرئيس محمد نجيب الذي تصدر المسئولية في لحظة دقيقة من عمر الوطن وللرئيس البطل محمد انور السادات الذي ادى الامانة في الحرب والسلام ودفع حياته ثمنا غاليا لكرامة مصر ومستقبلها انا عايزك وانت بتسمع الكلام في قامة الرئيس ركز مع وش الرئيس وركز مع ابتسمته وركز مع عينيه اكتر من كده ركز معاه هتشوف انه كل ما يقوله الرئيس يحمل بالفعل ايمان وصدق كامل وحقيقي وابتهاج وفخر واعتزاز بـ 23 يوليو ورجالها شوف حجم التأدير اللي قاله الرئيس في كلماته شديدة الوضوح دون اشارات بعيدة كلام واضح مباشر دغري حول الزعيم جمال عبد الناصر حول الرئيس الاسبق محمد نجيب حول الرئيس الشهيد محمد انور السادات شوف الرئيس كم تقديره لرجال يوليو كم تقديره لرؤساء الجمهوريات ما بعد يوليو اول رئيس رئيس محمد نجيب تاني رئيس قائد الثورة الزعيم الراحل كامل عبد الناصر تالت رئيس الشهيد الرئيس محمد انور السادات ولكل كان له حق التقدير يعني شوف هنا مثلا نتكلم على الزعيم كامل عبد الناصر القائد الثورة تكلم على الرئيس محمد نجيب الرجل الذي تحمل المسئولية الاولى تكلم على الرئيس السادات الرجل الذي دفع حياته وثمنا غاليا لاجل كرامة هذا الوطن وعزته هنا شوف كيف يقدر الرئيس مش بس يوليو يقدر من سبقوه من رؤساء جمهورية التلاتة اللي اثروا بالفعل في تاريخ مصر واثروا بالفعل في تاريخ المنطقة اشتركوا في القناة